شركة هرب غروب مؤدد مازالة الدواجن تكييف جاك موديل عشرين ستاشر ده موديل جديد لسه نازل موديل شرغال ديجيتال طبعا التانك بتاعه سبعين لترمية زي ما احنا شايفين دي لوحة التحكم بتاعته ده الباور لسبيت ثلاث سرعات لو ميديم هاي يعني قليل متوسط عالي هنا عندنا يختلف عن اي مكيف نزل بينزل اربع اتجاهات يمين شمال وسوينج فوق تحت يعني يوزع هوا فوق تحت يوزع هوا يمين شمال ساعة واثنين واربع ساعات وبعد كده يفصل تمام اه طبعا البامب هنا اللي هو الغاطس الوطر لها مدرجة الحرورة هنشغل الجهاز اول ما شغلنا طبعا هنا ظهر اللي ايه الباور طبعا هنجيب اللي هنفتح الكاتونة زي ما احنا شايفين العجل بتاعه شايفين العجلة دي ما شاء الله معها روموت كنترول روموت اهو زي ما احنا شايفين الروموت طبعا الروموت دي عشان نشتغل بنفتح كده ونشيل دي كده عشان حجرة تشتغل تمام آآ زي ما احنا شايفين اهو هندوس على الباور بروموت كنترول او من اللوحة كده هيشتغل معايا اهو اشتغل على اللوح طبعا زي ما قلنا ده بلاور وبيضور طبعا اقوى مروحة لو نزلنا تحت شوية طبعا اشتغل اهو ده بلاور مش مروحة ده قوي جدا جدا تمام طبعا بيدي لي انذار ان ما فيش وطر اللندة بتنور وتكفي يعني ما فيش مية واصلة لها هنزود طبعا ميديم ميديم مشتغل اهو نفضل حمرو الهاي يشتغل هايا اهو خرا قوي جدا 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 لو بنزل السوينج يمين شمات وشغال اهو هيبدأ يلفني معايا يمين مشمال كما احنا تجدين في الفيديو سوينج امدون وفوق وتحت كما انا رحليه عدود امدون 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 يعني فوق وتحت لو اعاوز اصابة الطايمة برضو مصابة الطايمة اللي هو ساعة او اثنين او اربع ساعات كما نرى السوينج بضلع اللي منفوق وينزل نتحت ترموت شركة عرب جروب موادات مزارع الدواجن كمية محدودة من المبرد اللي هو عشرين ستاشر مبرد ممتاز جدا بلاور تايمر يلف الفوق وتحت ويمين وشمال سرعات تبريد درجة حرارة رموت كنترول عجل كبير مبرد محترم جدا جدا شركة عرب جروب موادات مزارع الدواجن